السفير البخاري زار دكتور سمير جعجع وحكيه إيه السياسة وبالحكي السياسة قالوا نحنا كسعودية نرغب هذه من شهرين نرغب بأن يكون العماد جوزيف عونق رئيسا للجمهورية فجيوبوا الدكتور سمير جعجع قالوا أنا أؤيد هذا الاختيار هذا الخيار يعني فيه شغل عم يحصل للعماد جوزيف عون ولكن الرئيس برد كان واضح أنه يجب تعديل قانون بموضوع قائد الجيش وصوله إلى سدة الرئاسة وقت سليمان الرئيس سليمان مشيل سليمان ما عدلوا الدستور ولكن اليوم لماذا يتم وضع هذا عرقلي بالموضوع ولا شو عرقلي هل لأنه لا يريدون أو يعطي فرصة أكتر للوزير الفرنجي بأنه يقدر لا لا محاولة عرقلي وبيع وشيره شو بينفرض على العهد شو بدوا يقدم جوزيف عون تيأمله بدون تعديده السوري انتخاب الرئيس نبيه بره شو حصة الرئيس نبيه بره بالحكم القادم بوجود الرئيس جوزيف عون لأنه الرئيس نبيه بره تلوع من الرئيس العماد مشيل عون من هون ما رح يجي يعمل تعديده السوري بالعكس رح يقول في أزمة تعديده السوري قبل ما يتفاهم مع الرئيس جوزيف عون نعم طيب بموضوع الوزير سليمان فرنجي حظوظه كيف بتشوفه إذا لحد هلأ بحسب عم تقول أنه الرئيس بره ما قادر يأمن الخمسة وستين نائب نعم يعني ما زالت حظوظه ضعيفة ولا لأ ممكن يتأمنوا الخمسة وستين نائب ممكن يتأمنوا هلأ هو قوة الوزير سليمان فرنجيه أنه حزب الله بده الوزير سليمان فرنجيه لما بيدعي رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بره تعالتها نتشاور بخصوص رئيس الجمهورية يعني مش متل وقت الرئيس عماد ميشيل عون وقت الرئيس عماد ميشيل عون ما قاله تعالتها نتشاور كان ينزل سبعين ورقة بيضة كل مرة سبعين ورقة بيضة هالمرة ما عم تنزل بقى سبعين ورقة بيضة عم بيدعي الرئيس نبيه بره من أجل التشاور بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية فإذا هو ما عمده مرشح سيبت له في حزب الله دعم الوزير سليمان فرنجيه وفي كتل ونواب بدعمينه للوزير سليمان فرنجيه قدش العدد يرجح أن يكون حتى الآن خمس وخمسين سبع وخمسين نايف ماذا عن الخارج وموقف السعودية من ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية هل ممكن السعودية ما طرحت ولا اسم ما بدها تطرح ولا اسم بدها تطرح ماذا سيحصل في لبنان بعد انتخاب رئيس جمهورية هل سيأتي رئيس جمهورية يترك حزب الله بهذه القوة ضمن الدولة اللبنانية أم سيسعى إلى تحجيم حزب الله لأن السعودية العدو الأول إلى هو حزب الله يلي هو حليف إيران يلي هو حليف اليمانيين الحسيين ضد السعودية يلي هو بالبحرين حليف الشيعة ضد السعودية يلي هو بعدة أماكن يعني ممتد حزب الله بشكل كبير من هون السعودية بترغب برئيس جمهورية يحاول يحجم حزب الله إذا استطاع وهل جوزاف عون قائد الجيش هو هذه الشخصية لأن حضرتك كتابة تقول أنه السفير البخاري عندما زار جع جع منذ شهرين عرض على اسم قائد الجيش وهل قائد الجيش هو في هذه المواصفات التي يستطيع أن يحجم حزب الله أو يحاول تحجيم حزب الله في الداخل؟ لا ما في حدا أن يقدر يحجم حزب الله بالوضع الذي فيه حزب الله إنما وجود العماد جوزاف عون خقائد للجيش يضع حدود معينة للفصل بين حزب الله والدولة يعني مثل ما قاد الجيش اللبناني ست سنوات العماد جوزاف عون وما كان الجيش اللبناني يأتمر بأوامر تيجي من حزب الله بيكفيه بهالخط العماد جوزاف عون هو رئي جمهورية نعم طيب عندهم مشكلة سعودية مع سليمان فرنجية غير موضوع حزب الله لا يعني هل في معارضة لوصوله إلى سدة الرئاسة غير موضوع قربه من حزب الله هني قالوا السعوديين بيعرفوا تماما أنه مع أنه علاقاتهم مع سوريا عم تتحسن بيعرفوا أنه الوزير سليمان فرنجية هو أكبر صديق للرئيس بشار الأسد ويمكن ما يكون بدون أنه يجي رئي جمهورية صديق للرئيس بشار الأسد حتى السفية سعودية قال نحن بنعرف أنه الوزير سليمان فرنجية هو فريق مش الرئيس سوافقي هو فريق ولكن نحن مش حطين فيتو عليه للوزير سليمان فرنجية نعم بموضوع إذا العلاقات الخارجية إن كان بين السعودية وإيران تحسنت إذا وصلوا إلى حل مع الحوثيين هل هذا الأمر ممكن ينعكس إجابا على موضوع الرئاسي في لبنان وينك وين إذا بتصير لا تتوقع أن تحصل في الفريق لا أتوقع أبدا أن تحصل علاقة إيرانية سعودية جيدة لا أتوقع أن تصل علاقة مع الحسيين جيدة لا أتوقع أبدا أبدا نحن في عالم مشرقي في المحيط هون بصراع إيراني سعودي إيراني أمريكي إيراني سني شيعي بالمنطقة فلا يمكن أن يحصل أي توافق والاجتماعات اللي عم تصير والمبادرات حسنينية والتصريحات اللي عم نصنع هذا تقارب لحسن الجوار فقط لغاية الولايات المتحدة قالت هلأ إذا إيران بدأ تطرح علينا تفاوض بخصوص الاتفاق النووي عم نجاوبها نحن هلأ مش وقت هالشي ليست على الأجندة طبعنا لو الملف النووي مهم لأمريكا قالت أمريكا أنه نحن هلأ ما رح نبحث بالملف النووي